استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشبابي والرياضة رئيس الهيئة العمال الرياضة رئيس اللجنة الأوروبية البحرينية بمكتب سموهي بقصر الوادي السيد أحمد حاجي تقوي رئيس نادي الصم البحريني الرياضي وأعضاء مجلس إدارة النادي ويأتي استقبال سموهي لرئيس وأعضاء نادي الصم البحريني الرياضي في إطار اهتمام سموهي بدعمه ومساندة الجهات الرياضية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية والرياضيين وفي بداية اللقاء رحب سموهي برئيس وأعضاء نادي الصم البحريني الرياضي مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به النادي في تحقيق آمال وطموحات منتسبيه من أجل الوصول إلى التطوير المنشود بعدها طلع سموه على الخطط والبرامج المستقبلية التي سينفذها النادي خلال الفترة المقبلة بهدف رفع مستوى هذه الرياضة بما يضمن تهيئة الأجواء المثالية للرياضيين من ذوي العزيمة للاستعداد على الشكل الذي يدفعهم نحو المشاركة المشرفة والمنافسة على إحراز النتائج المتميزة والتي تضاف لسلسلة النتائج المشرفة التي حققتها رياضة البهر الأنبي البحرينية في مختلف البطولات والمحافل القرية والدولية من جانبه عبر رئيس نادي الصم البحريني الرياضي عن تقديره الكبير لإسم الشيخ خالد بن حمد مشيدا بالجهود المميزة التي يبذلها سموه والتي تصب في مصلحة النهوض بالحركة الرياضية في المملكة مشيرا إلى أن النادي وضع نصب عينيه العمل على تنفيذ كل ما يتماشى مع السياسات التي رسمتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير مستوى الرياضيين من ذوي العزيمة الصم مقابلة سمو الشيخ خالد كانت بالنسبة لنا مفاجأة سحيدة للغاية أنا أحمد حجي تقوي رئيس نادي الصم البحريني باسم كل عضاء الصم كنا سعداء للغاية لهذه المقابلة مع سمو الشيخ خالد بن حمد حفظ الله نحن سعداء جدا جدا بهذا الدعم والرعاية التي قدمها سموه وتلك الأفكار العظيمة التي قدمها من حيث تعليم لغة الإشارة الخاصة ذلك جعلنا نشعر بسعادة غامرة نشكر كثيرا على هذا الدعم مقابلة سمو الشيخ والتواصل معه أعطانا كثير من الأفكار حق المستقبل والبطولات التي يمكن أن نقيمها تحسين وضع نادي من حيث المقر سمو كان مقتنع بأن فكرة أن الشخص العصام مثل الشخص السوي بالضبط ولكن ينقصه عمل التواصل فقط وأن توجيه سمو أو مناقشة سمو بدمج الصم في المجتمع وتعليمهم لغة الإشارة للأطفال في المدارس الأساسيات كان هذا من أفضل الأشياء التي حدثت لنا والتي ستساعد بشكل كبير على تطور التواصل في المجتمع البحريني للصم بشكل أفضل إن شاء الله